ومن الضروري التفكير في خطط وأنشطة يقوم بها الطلاب خلال الإجازة تضفي جواً من المرح والسعادة والفائدة نحن نساعدك بعدد من الأفكار العملية التي تساعد الطلاب على التخطيط لإجازة منتصف العام الدراسي يجب تنظيم الوقت في الإجازة ما بين مراجعة القرآن أو حفظه والمحافظة على الأذكار وتعلم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا على رأس أولوياتنا لا بد أن يشعر الطالب بأن إجازته فرصة ليستمتع فيها ويبتعد عن أجواء الدراسة المشحونة بالالتزامات والواجبات التنوع بين الأنشطة ما بين اللعب والقراءة والترفيه واستخدام الأجهزة الذكية والمساعدة في الأعمال المنزلية والرياضة استغلال الإجازة بممارسات هوايات مفضلة سواء القراءة أو الرسم أو غيرها انتقاء بعض أفلام الرسوم ذات القيم والجلوس مع الأسرة لمشاهدتها ضرورة تغيير أجواء الطالب لتحسين حالته النفسية ورجوعه إلى النشاط والحالة الإيجابية اغتنم وقت الإجازة قدر مستطاعك إياك وهدر الوقت وأضف لجوانب شخصيتك مهارات جديدة ستشعر أنت بالفارق ومن حولك سيشعرون به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر